اشتركوا في القناة من رأى عقربا تقترب وهو مصل ويخشى أن تلدغه وجب عليه أن يقتلها لحديث تقتل الأسودين في الصلاة وهما الحية والعقرب رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح ولا تبطل الصلاة بهذا العمل لأنه للضرورة وجاء في نيل الأوطار للشوكان أن الحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراها وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي وعن قتادة أنه قال إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها بل رؤي عن ابن عمر أنه رأى ريشة وهو يصلي فظن أنها عقرب فضربها بنعله ومنع بعض العلماء ذلك محتجين بحديث اسكنوا في الصلاة وحديث إن في الصلاة لشغلا رواه أبو داود ولكن الجمهور ردوا عليهم بأن هذه الأحوال مخصصة لعموم هذا الحديث وهكذا يقال في كل فعل كبير ورد الإذن به كحديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة في الصلاة وكذلك خلعه لنعله وصلاته على المنبر ونجوله للسجود ورجوعه بعد ذلك هو حديث أمره بدرء المار أمام المصلي وإن أفضى إلى المقاتلة وحديث مشيه لفتح الباب لعائشة وكان مغلقا وكان الباب جهة القبلة وبعد الفتح عاد إلى مقامه والله أعلم